السلام عليكم ورحمة الله. الفيديو ده ان شاء الله نحاول نتكلم فيه آآ كمقدمة عن آآ برنامج روبوت سي ونحاول نتكلم على تمام? آآ ممكن نكبر الشاشة كده معنا. احنا عايزين آآ طيب بالنسبة للاجندة او العنوين الرئيسية اللي هنتكلم عليها اول حاجة هتبقى مقدمة عن وبعد كده هنتكلم على البورتس اللي موجودة عندنا على وبعد كده هنتكلم ازاي نعملها ايه الحاجات اللي احنا محتاجين نعملها زي اللي احنا نعمل واللي احنا نعمل اللي الخاص بها. واخر موضوع هنتكلم فيه هنتكلم فيه برضو على هنتكلم فيها على الموجودة فيها. طبعا ممكن الكلام ده يبقى متقسم على اكتر من فيديو عشان ما يبقى شرع الموضوع طويل. هو هنا تمام? ده يعتبر المخ بتاع الروبوت بتاعنا. تمام? ده اللي موجود جواه وبالتائم جواه العمليات بتاعتي والكود بتاعي لما هكتب كود او حاجة هيتخزن على تمام? طيب. هنا بيقول يبقى يزا الاساسي بتاعي موجود على الوحدة دي. اه هنا بيقول يعني هو بيبدأ يتحكم فيه باقي الاطراف التانية او باقي اللي هتبقى موجودة عندك سواء بقى او ايا كان النوع بتاعه. اه هو بيقول لنا طبعا اه زيس اه بارس ار كونكتد تو اي بي سري سرو بورتس. يبقى انت العناصر بتاعتك او اه بورتس. تمام? هتستخدمه عشان تتوصل او بتاعتك. تمام? سواء زي ما قلنا موتورز او سنسورز. هتبدأ تتوصل عن طريق البورتس اللي موجودة عندك في. هو هنا بيقول هي موجودة فين? ���. يعني في من فوق ومن تحت هتلاقي موجودة عندك الفتحات بتاعت التوصيل. طبعا موجودة عندك جنبة هتلاقي المترقامة من الحد دي اي وبي وسي ودي. تمام؟ ده من فوق. تمام من ناحية الشاشة اهو. والجنب التاني من ناحية تحت هتلاقي موجود عندك ارقام واحد اثنين تلاتة اربعة. الارقام اللي موجودة عندك اي في سري هسفور نامبرد بورت. تمام? اللي ماترقام من واحد الاربعة ده. تمام? ده اللي كالنوع السنسور بقى اللي انت هتوصله. تمام? فهتوصله على الاطراف اللي موجودة عندك من رقم واحد لرقم اربعة. آآ بالنسبة اللي موجودة عندك مترقمها من الايه لحد دي? تمام? دي الارقام بتاعتها وموجود جنبها آآ فتحة من تمام دي اللي هتوصل بيها او هتوصل عليها الطرف بتاعك وقت ما تعوض تشتغل مع الكمبيوتر او وقت ما تعوض توصل مع الكمبيوتر عشان تعمل تمام? يبقى ان لو عايز اعمل هيبقى موجود عندي آآ آآ كابل هيبقى الطرف منه من هيوصل هنا والطرف التاني هيوصله في بتاع الكمبيوتر. آآ زي ما قلنا الاوت بورتز مترقمة من الايه لدي والامبوت بورتز مترقمة من واحد لاربعة. هنا بيقولي ازا آآ يعني هو هيبعت اشارات بقى عشان تتحكم في الاوت بورتز اللي موجودة عندك. ممكن يكون وصل عندك على الاوت بورتز دي ممكن يكون مسلا فتبدأ طول الموتور ده يتحرك بزاوية معينة او بزبيط معينة او تخليه يعمل طبعا الموتور ده ممكن يكون هو الكوتشات اللي ركبة على بتاعك او اللي ركبة على آآ روبوت بتاعك ممكن يكون دراع وانت بتبدأ برضو تحركه لفوق والتحت وبزاوية معينة تمام? فكل التحكم وكل الاشارات ديت هتتبعت على عشان تتحكم في الموتورز اللي موجودة عندك. طيب هنا بيقول لنا زي ما قلنا اللي هي من واحد لاربعة دي زي ما قلنا هيبقى وصل عليها بتاعتنا. تمام? دي مدخلات بقى. تمام? تمام? هيقرأ من الاطراف من واحد لاربعة ديت هيقرأ القراءات اللي جاية له من المختلفة. طبعا بعد كده ان شاء الله هنتكلم عن انواع اللي احنا ممكن نوصلها وانواع اللي ممكن نوصلها. ممكن بعد كده يبقى فيه تطبيقات على موتورز وسنسورز مختلفة ونبقى عارفين وظيفة كل واحد ايه او ازاي آآ ننادي عليه في الكود ونشتغل معه. آآ هنا بيقولك اشكال مختلفة هي السنسورز تمام? والمفروض قدر يقرأ السيجنز اللي جاية له من السنسورز دي. طيب هنا بيقول يبقى بخلاف الحاجات اللي احنا اتكلمنا عليها ديت انت موجود عندك طرفين يو اس بي. طرف الاولان اللي هو مكتوب عليه بي سي ده. اللي موجود فوق جنب الاطراف آآ اللي موجودة عندك اللي هي اللي موجودين عندك دول. الطرف دوت اللي هتبدأ توصل عليه الكابل بتاعك بتاع اليو اس بي. وقتما تقصد برمج تمام? وقتما تقصد برمج قضي طرف واصل في الكمبيوتر آآ واصل على اليو اس بي بتاع الكمبيوتر والطرف التاني هيبقى اطراف هيبقى واصل في اليو اس بي. طبعا الكابل ده بيبقى يعني مع اليو اس بي. وقتما بتشتريها بيبقى موجود معها الكابل ده. فكتب لك اهو اللي الطرف ده تيستو اتاش اي سري تو بي سي ار ماك كومبيوتر. اه تولود بروجرام اون اه تو اي سري. فأنت لو انت عملت برنامج جديد وعايز تبدأ تحمله وتبدأ توصل الكابل ده وبعدك هتبدأ تعمل لود للبرنامج اللي انت عملته. في طرف تاني موجود عندنا. تمام? اللي هو او ايه. تمام? ده موجود فيه الجانب تمام? وجنبي موجود مكان ممكن توصل فيه اه الهدف من دوت اللي انت ممكن توصل عليه واي ادابتور او اي اكسيزورز اخرى. طبعا هتلاقي كتاب لك احنا كده خلصنا الجزئية الاولينية اللي كنا بنتعرف فيها على الاساسية والفتحات الاساسية اللي موجودة عندنا في طيب بعد كده عايزين نتكلم على بالنسبة فبيقول لنا تمام? كنتينز موجود فيه بروسسور متقدم. تمام? وعشان تبدأ تتعامل مع المتقدم ده بيشتغل على او نسخة من نسخ طبعا اه كمعلومة لكم احنا مش محتاجين نبقى عارفين اي حاجة اللينكس يعني بس احنا فيه كده لازم نعملها في الاول اول ما بتشتري وتبدأ توصله بالجهاز بتاعك او عايز تبدأ تتعامل معها في الاول ولسه منزل البرنامج بتاعك في الاول في مجموعة اعدادات كده لازم انت تتزبطها في الاول وبعد كده هتبدأ تشتغل على بدون اي مشاكل. فالخطوات اللي احنا بنتكلم عليها ديت احنا بنجهز الاعدادات بس. طيب عشان ننزل بقى نعمل اللي موجودة عندنا هنفتح البرنامج بتاعنا بتاع الروبوت سي وبعدك هنفتح قائمة روبوت وهنلاقي موجودة عندنا في قائمة روبوت موجودة عندنا اختيار طبعا لازم نتأكد ان النسخة اللي موجودة عندنا بتاعت الروبوت سي ديت اللي هي النسخة الخاصة بالليجو. تمام? طبعا فيه نسخة خاصة بالليجو. وفيه نسخة خاصة بالاردرينو زي ما شفنا في تمام? فعندنا نسخ مختلفة منين? تمام? فاحنا هنختار النسخة الخاصة بالليجو. وطبعا داخل الليجو موجودة عندنا كأحد الانواع. يبقى هنختار وهنختار وهنختار اللي هي الموجودة عندنا الاختيار الاولاني دوت. تمام? بعد كده هيقول لك نبدأ نعمل الكلام ده هياخد منها اربعة لخمسة منت عشان يعمله وخلاص هنوافق على الكلام ده هيبدأ يعمل تمام? وطبعا بعد ما يخلص بتدوس اوكي. تمام? هنا بيقول لي ملحوظة مهمة بيقول يعني انت مش محتاج تكون عارف اي حاجة عن سواء عشان تبرمج الروبوت سي او عشان تنفذ دي. انت بس اختيار عشان تعمل اللي موجود عندك. افطر تمام يا انت هتنفذ الخطوة دي مرة واحدة مش كل مرة تفتح البرنامج هتقعد تعمل انت هتعمل الكلام ده مرة واحدة وخلاص هتقدر تستخدم اللي موجودة معك وهتقدر تستخدم او البرنامج اللي موجودة عندك بتاع الروبوت سي. طيب اه طبعا المفروض اللي احنا قبل ما قبل الكلام ده طبعا احنا مفروض منزلين الروبوت سي يعني فطبعا هنتأكد اللي هو تمام? نفس الاصدار اللي موجودة عندنا دوت. فقالك تأكد البرنامج فعلا نازل عندك. تمام? ولو البرنامج مش نازل عندك هتنزله. وبعد كده هتبدأ بعد ما نفذت الخطوة اللي كلمنا عليها اللي فاتت ديت هتبدأ تجيب اللي موجودة عندك او وتبدأ توصل الكابل اللي هيوصل من طرف مع تمام? مع والطرف التاني هيبقى واصل بالكمبيوتر بتاعك. فقال لك انتو زي كمبيوتر استخدم اللي موجود معك. وتوصل الاطراف بتاعته. تمام? زي ما قلنا. الطرف بتاع هيبقى واصل في الكمبيوتر. والطرف التاني هيبقى واصل في الميني او اس بي اللي موجودة عندنا هنا هي. تمام? في الجنب. آآ آآ ومكتوب عليها بي سي. تمام? طيب بعد ما عملنا الكلام ده هنبدأ ندوس على الزرار الرصاصي اللي موجودة عندنا في النص دوت. تمام? وهننتظر شوية. وبعد كده هنلاقي اللون بتاع الزرار دوت بقى احمر وبعد كده قلب للون اخضر هاو. هنفضل دايسين عليه آآ باستمرار كده شوية وهينور احمر وبعد كده هيتقلب اللون للون الاخضر.